شاعر رائع، شاعر جميل، فنان، حساس، الكلمة كنت تجد عند مجدي نجيب كشاعر الجملة لها معنا حتى عنوان الأغنية دايماً لها عنوان خلينا نتحدث باستفادة مع ضيفي الكريم وهو مش فقط هو ناقد ولكنه كاتب أيضاً مهم جداً الناقد والكاتب الأستاذ سيد محمود مساء الخير يا أستاذ سيد مساء الخير يا أستاذ شفكي يعني الحقيقة رحيل شاعر كبير بقيمة مجدي نجيب هو رحيل لجيل قدم للأغنية المصرية حاجات كتير مهمة مجدي نجيب أنا لسه كنت بقولك كنت بلاقي حتى عنوان الأغنيات نفسها لها عنوان يعني مثلاً كامل الأوصف تحس إنك بتحكي حكاية مش مجرد يعني ما كاتش العنوين عنده مثلاً الحب الغربة الحيائل يعني قولوا لعين الشمس هي حكاية يعني دايماً عنده حكايات في الكتابات بتاعته بكلام حديك صحيح الأستاذ مجدي أصلاً جزء كبير جداً من تبايزه إنه كان وراء ثقافة ومعارفة كبيرة بالإضافة إلى حساسية مفرطة وإحساس عزيز بالكرامة والرغبة في الاستقلال وإنه يكون فيه يعني ممكن نقول محراب خاص يعني هو كان شخص على الرغم من إنه اشتغل في الإعلام لسنوات طويلة وكان يعني كاتب صحفي ورسام صحفي ومخرج فني في مجالات الإزاع والتلفزيون وعلى الرغم إنه نلحظه من الشهرة في وقت مبكر إلا إنه كان عنده زهد شديد جداً وربما لا نجد له لقاء مثلاً تلفزيوني مصور إلا لقاء واحد لإنه كان بيحس دايماً إنه المساحة الفردية هي المساحة اللي بتمكنه من الإبداع والتعبير عن نفسه وكان بداخله شيء من الخجل والزهد وربما في لحظات كثيرة لم يكن يحب عادة الشعراء يحبوا من يغازلهم أو ينمي فيهم إحساسهم بذاتهم هو لما كنت أكلمه عن إنجازاته الفنية وطبيعة كتابته كان فوراً ينقل الكلام عن حد تاني لأنه ما كانش بيحب الحكاية دي خالص والأهم من وجه نظري أنه كان عنده كمان تجربة نضالية خضع في بداية حياته التجربة دي عززت عنده هو كان في وقت سينه صغير بالنسبة لوجود قامات كبيرة كانت معاه في محنة السجن كان عنده هذا الشعور بأنه أقل من اللي حواليه لأنه طبعاً كان وقتها كل اللي كانوا معاه أسماء وأقامات كبيرة ولما اشتغل في الصحافة اشتغل مع أسماء كبيرة زي الأستاذ رجال نقاش وغيره من الناس فهو ظل يعني يقيم تجربته بشكل يعزز عنده نبله الشخصي يعني بحس أنه عارف فكرة اللي هو يعني هو دايماً راجع وراءه يعني 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 مش يعني أو يمكن الزخم اللي كان حواليه كان بيديله الإحساس ده بالزبط هو كمان لدرجة أنه يعني قبل ما هي يعني يتزايد عليه حالة المرض هو طبعاً تعرض لمحنة فقد الإبن وهذه المحنة أثرت عليه جداً وأثرت عليه جداً وأثرت على معنوياته وظلت حالته السحية تتراجع فمن خلال مجموع من الأصدقاء قررنا نعمله مبادر التكريم ونحنا نكرمه في بيت الشعر هو رفض حتى أنه يجي يعني رحب بفكرة التكريم بس هو قال أنا مش من الأشخاص اللي بيحبوا يواجه الجمهور أنه هو وراء الشبابيك دين بالزبط وده جزء من شخصيته جزء من شخصيته طيب خليني أروح مثلاً يعني الشعر الكبير مجدي نجيب كمان مش بس كان شاعر ولكن كمان كان صاحب دواوين شعريه يعني عنده أكتر من ديوان الحقيقة يعني آخرهم الوصايا أعتقد كان آخر ديوان أقدمه فالدواوين دي بردو يعني كانت عملاله ثقل كبير ومختلف يعني يعني مش مجرد أغاني وشعر مغنية أنا عايز أقول لحضرتك هو أصلاً يعني طبعاً حضرتك عارفة أنه كان جزء من موجة كبيرة في الشعر العماء المصرية هي الجيل الثاني اللي جاي بعد صلاح جهين وجيل الرواد وكان ضمن حزبة كنا محظوظين جداً حقيقة لأنه كان فيه الأبنودي وسايد حجاب وعبد الرحيم منصور وفؤاد قعود وأسماء كتيرة جداً لكن هو كان صوت متفرد على الرغم أن كل دول كانوا مواهب كبيرة وكل شخص فيهم ليه بصمة لكن جزء من تفرد مجدي نجيب أنه كان شعر عنده شيء كده ممكن نسميه القلق الوجودي ولذلك ده موجود في أغاني بشكل واضح جداً يعني أما تيجي حديك تسمعي مثلاً أغنية زي سؤال بسألك بأخرة الترحيل ومن أول لمسة ومن أول لمسة أو لما نيجي نسمع مثلاً أغنية غريبة فعلاً اللي هي غريبة وغريبة أني أكون وهي حبيبة دنيا مبتسمة وقريبة وفجأة أكون زي الجنون جوال اللي هي فكرة الإنسان اللي هو دايماً يطرح السؤال ويشارك الناس فيه ويشارك الناس في صحتنا